أنت تقول نحن نمثل الشعب كل واحد عده 35 وعده 40 وعده 50 أنا أعرف بالبرلمان أكو ناس عده 500 صوت وأكو ناس عده 700 صوت المهم بالمجمل أنا أقول بالمجمل هم ممثلين حتى مع هذا هم ممثلين الآن خلاف الثوار مع من خصم الثوار الآن من هي القوى السياسية التي أنت جزءا منها والذين وقع على وثيقة الشرف جزءا منها طيب وإنت تقول أنا إذا أقيل الحكومة أنه أما نظام الدولة أو الذهاب إلى المجهول زيلا ماكو بهالبلد غير هالولد أبدا أنا قلت ما أسهل تغيير الحكومة طيب استجيبوا ما قلنا ماكو غير هالولد إذن أد النقطة التي تقول بها ما أسهل من تغيير الحكومة استجيبوا لأصوات ممثلكم هل يتوقفوا الطلاب؟ أنت جاوب تغيرت الحكومة هل هو هذا المطلب؟ هذا واحد من المطالب ما هو المطلب الثاني؟ قانون انتخابات جديد من يعمل القانون ومن أين يأتي؟ جاوبني قانون الانتخابات يأتي هناك خبراء قانوني المشكلة الآن التي أتمنى أن تفهمها أو أنكم تفهمونها وتحديدونها أنا أرجوك كما تتحدثوا بصبغة قانونية ونستمر ونستمر نستمر بصبغة القانونية الصبغة القانونية قانون الانتخابات والمفوضية يأتي من الحكومة من الحكومة أنا قلت الحكومة الناس ماذا تقول؟ هل أنا أنت قاعد أقول صبغة قانونية أم نتحدث بالرغبات؟ لا بالصبغة القانونية القانون يأتي من الحكومة ومن رئيس الجمهورية إذا قلت الحكومة من يقدم هذا البرنامج؟ الحكومة المقبلة الحكومة من يسميها؟ يفترض أن تسميها الآن نعم يفترض أن يسميها الآن البرلمان أن يختار أنت ما محترف بالبرلمان شو رح يسمي لك حكومة؟ زين إذا البرلمان رح يسمي الحكومة أنا عندي كتلتين هي سمت الحكومة اللي هي من هي؟ سائرون والفتح زين هذه سائرون والفتح ما تقلصت بزوال الحكومة بقت بنفس الدوز ما للأرقام مالتها فراح تكون أيضا هي مكلفة بتسمية الحكومة وما الحل الجديد؟ ما هو المرجو من هذه القضية؟ إذن العملية مو شخصنة وللموضوع هو حالة من التحذب إحنا مشكلتنا وين؟ مشكلتنا بالإسلامي وبالمسلمين بالمسلمين إذن مشكلتنا بالنظرية مو بالتطبيق إحنا مشكلتنا عادة ما يكون هناك إحنا كانت أننا مداخلة في البرلمان وقلنا خلي يكون مرة وحدة يكون همنا وطني وننسلخ من هذه الروح السلبية اللي كل واحد يدار حزبه وقوميته وطائفته وعشيرته وهذه المفاهيم الضيقة اللي أخذتنا لهذه النتائج السلبية هذه نتائج سلبية وليس نتائج إيجابية ما هو نزعانش لربما الإيجاب بالموضوع بهذه كل اللي جاء يصير الإيجاب بالموضوع هناك مطالب راح تشوف النور خلال هذه الأيام القادمة بدليل ما حد كان يقدر يتجرى أنه يطرح قانون تقاعد ما حد كان يقدر يتجرى يطرح قانون إعادة التعديل الدستور ما حد كان يجرى هناك سباق وكنا نتمنى وكانت أننا أيضا مداخلة بهذه الموضوع أمام بحثة الأمم المتحدة اللي حضرت وقلنا على الجميع أن يتنازل من أجل الجميع اشتركوا في القناة